وبالتعاون مع جامعة الموصل كلية علوم قسم الكيمياء وجامعة نيسان كلية علوم ورشة تدريبية بعنوان اجراءات الاعلان عن المناقصات الحكومية حيث تلقي الورشة الباحثة الاستاذة سارة قاشم محمود معلومات عن المحاضر بثيوث قانون ماجستير ادارة اعمال كذلك نشاور قانوني في وزارة الاعمار خبرت مع اشعان في ادارة العقود الحكومية محاضرة محتمدة في قسم محاضر الكريم المحتملة اهلا وسهلا بحضرة استاذة سارة تفضل اهلا وسهلا بيك سارة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي العزاء جميعا اتمنى تكونوا بصحة وعافية اليوم محاضرتنا عن مادة ادارة العقود الحكومية الموضوع هو اجراءات الاعلان عن المناقصات الحكومية اه لخص الدوائر الدولة يعني بشكل عام ابتداء ان نوضح العقد الحكومي مختصر يعني هو الى مكانة بارزة بمجال الانشطة لكل مؤسسات الدولة اه لانه الدولة اكيد يعني ماكو عفو ماكو وزارة او دائرة ما بها اه يعني مؤسسة او دائرة او قسم يخص العقود اه ف بس اعرفون دقيقة الاجهزة الحكومية يعني هي العقد الها وسيلة فعالة حتى تتم اعمالها حكومية هذه العقود الحكومية تتبط بقانون اللي هو قانون المناقصات العامة اللي عن طريقة تعلن عن مشاريعها كوزارة كجهة حكومية وينظم هذا القانون اجراءات التعاقد ابتداءا يعني هوا قانون المناقصات العامة يبدي من البداية ينظم اجراءات التعاقد للوزارة بدءا من اعداد كراس الشروط اتخاذ الاجراءات العرض الطرح الى ما نهاية الاعلان والعقد كله بشكل عام يعني ابتداءا قدنا محاور بالمحاورة شنو مفهوم الاعلان اساليبة يعني هذه مراحل تعتبر احنا محاورنا للدارس لكن هي مراحل الاعلان تبتدي نوضح مفهوم الاعلان اساليبه لجان الفتح لجان التحليل اجراءات الاعادة في حال تم اعادة الاعلان ابتداءا الاعلان يعني مثلا ثمين من الناس ضد الوزارات ثمين من الوزارات عندها مشروع هي اي وزارة اكيد الى مشاريع خص عملها اذا كانت مناقصة وحد تعلن عن اشياء تريد تعرضها للبيع او لكن الاعلان عن المشاريع وحد يعني المذايد عفوا المناقصة وحد يعني على المشاريع فالمناقصة اذا مشروع فلاني وزارة الاعمار وزارة الصحة وزارة التربية فتؤمن عن المشروع تنزل لازم يكون الاعلان عن المشروع في صحف بالصحف الرسمية ثلاث صحف رسمية قبل تبدأ بالاعلان هناك خطة مدروسة تدرس كلفة المشروع بما يناسب عمل الوزارة كل وزارة لها ثقف مالي هذا المشروع اللي هي راح تقوم به لازم يكون مبلغة ضمن ثقف الوزارة اللي هو متاح لها من قبل الدولة اذا جاوز السعر وكان مشروع مهم لابد من القيام به فيتم مفاتحة الجهات العجاء حتى تحصل استثناء باقامة هذا المشروع في حال انه كمل الاجراءات المالية للمشروع الاستملاكات اللي تخص ارض المشروع لازم هناك موافقات تامة قبل بدء الاعلان موافقات الجهات المعنية التصاميم المعدل المشروع تبدي تعلن تنزل المشروع تاخذ موافقات التامة من حيث المال والارض وموافقات الجهات العليا تعلن عن المشروع اللي يخص عملها مثلا 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 وزارة العمار بيها مديريات تخص عمل الماء عمل المجاري فرضا مشروع يخص مياه في كذا محافظة فتنزل الاعلان او مشروع مجاري تنزل الاعلان انه هي تحتاج قيام بهذا المشروع كلفته كذا مدة المشروع كذا اسم المناقصة رقمها عنوانها وتبويبها المدرج في الموازنة موازنة الدولة بشكل عام ووصف موجز المشروع تبين تفاصيله شنو السلع اللي هي محتاجتها لهذا المشروع والاجراءات يعني تبين عقدها ينبني على شنو فيما بعد حتى المتلقي المقاول راح يعرف هو شنو عقده هذا على شنو شروط العقد راح تتم فيبدي المقاول راح يشوفوا الاعلان بثلاث صحف رسمية لازم ينشر بمدة مدة الاعلان حتى يجهز المقاول عطاءه هنا راح يبدي المقاول يقرأ الاعلان يشوف اذا هو مناسب الى او لا يجهز عطاءه الفني والتجاري يقدم عطاءه في مرحلة لما يوصل من تحدد الدولة مثلا خلال اسبوعين الاعلان تقول يوم الغلق كذا يوم يعني هذا الشي ثابت يعتبر قانون يعني بالنسبة للوزارة ما يتغير نهائيا ما دام تحدد الا اللهم صادف انه هناك عطلة او صار ظرف بالبلد يتأجل اليوم اللي بعده ففي حال بدت اليوم الغلق يعتبر هو امتهى هذا الاعلان خلص بدأ الغلق ونشر بالصحف وتم اجراءاته الصحيحة اجي يوم الغلق لازم المقاول راح يبدأ يقدم على العطاء اللي عنده بتبعد لجنة تسمى لجنة الفتح هاي اللجنة راح تدرس المقاول اللي مقدمة هسلان هاي يلطيتها بصورة عامة سريعة الالعلان هو حسب نوع العفوان الشي اللي تريد تعلين عنا الوزارة يعني هناك مناقصات عدة عامة محدودة مناقصة بمرحلتين تعاقد مباشر يعني شنوه تعاقد مباشر يعني اليوم عندي مشروع ما يقدر يتسوي كل المقاولين اكو مقاول محدد يعني مقاول هو مختص بهذا الشي فاني اتأدز لدعوة مباشرة الى ما يحتاج انه انشط بالصحف الرسمية انه استدعي جميع المقاولين لا يعني اتزل الدعوة الى مباشر يا فلان مقاول يعني اتعاقد وياك على كذا مشروع ونتم التعاقد او لجان مشتريات او مشروع يعني عطاء واحد ارض وحيد يعني يعني الدعوة المباشرة اتزهل كم شخص ثلاثة يعني ما تزيد عن ثلاثة العطاء الواحد لا الشخص واحد مباشر ادزل عرضي اقول لاني عندي فلان مشروع اتقدم لي اه عرضك حتى انت تستوي هذا من مشروع الشركات مصنعة رصينة اذا كان الدولة تتعاقد ويا شركات مصنعة خارج يعني الدولة من الدولة ثانية فهنا هم يتم تعاقد بصورة يعني مستثناء خلي نقول خاص ولجان المشتريات اللي هي تجهز الدولة بالاشياء المنظرة عفوا بالاشياء اللي تحتاجها هم يعتبر مناقصة لكن تكون عن طريق لجنة مشتريات فرح تبدي بيننا تاريخ الغلق تبدي لجنة الفتح هاي لجنة الفتح تكون بكل دارة تكون مركزية يعني ما تتغير خلال السنة لمدة سنة اقل شي هي مركزية ثابتة تتكون من رئيس لجنة قد يكون مدير عام او معاون يعني خبير اقل شي يكون هو درجته الوظيفية ومن مهندسين وقانوني وفني واداري اللي يعتبر هو مقرر اللجنة فتكون ثابتة تفتح العطاءات كل ما يصير مشروع تاريخ هاي اللجنة فتح العطاءات هو نفس تاريخ غلق الاعلان اللجنة تنطي موعد انه لحد ساعة اثناش ظهرا من يوم كذا يكون الغلق يبدأ المقاول يقدم عطاء خلال هاي فترة او يريد بنفس يوم الغلق يقدم ما اشكال لان هي راح تكون الظرف محكم ممنوع انه تفتح الا بيوم الغلق وتكون هذه اللجنة تفتح العطاءات علنية امام الحضور وامام المقاول كلهم او المقاول عنهم يعني ما كل شي يتم بالسر بهذه اللجنة كذلك مثل الاعلان انه هو تم بعلنية وشفافية تبدأ اللجنة تفتح العطاءات امام الحضور وتسجل الاشياء الرئيسية حتى هنا راح نوضح شنو فرق لجنة فتح العطاءات عن لجنة غلق العطاءات لجنة الفتح تنطل الاشياء الرئيسية اللي يمقدمها المقاول تختم على كل ورقة امقدمها المقاول او توقع بعض الدوائر تخلي ختم خاص بكل عضو على موضة تسهل عملية ختم الاوراق لانه المقاول من يقدم عطاء عطاء راح يكون عدد كبير من الاوراق يعني عطاء فني عطاء تجاري جدول تقدم العمل المشروع يوضح به المشروع افتداء للآليات المهندسين عداد هم شنو بالمشروع هو التفاصيل يقدمها كمقاولة وهو جاي يقدم عليها يقدم كل شي يعني يكتب كل شي ممكن هو يقدم في هذه المقاولة فيكون عطاء يعني ابسط شي ما يصل الى 600-700 ورقة تقريبا هاي هاي بالقليل يعني اذا مستمسكات الشركة تسجيلها اذا كانت اجنبية يعني وتسجيلها بالعراق مثلا على حد الخصوص بالعراق مسجلة بوزارة التجارة اذا كان هو مقاول ثانوي ايضا يجيب اوراقه فهال اللجنة رح تبدأ تدرس شنو كل مقاول مقدم اول ما تثبته هو المبلغ المقدم المقاول المبلغ احنا عندنا قانون العقود الحكومية اللي يحكم دوار الدولة بالنسبة للمشاريع نص مادة يقول دائرة غير ملزمة بقبول اوطاء العضاءات هو صح هذا كقانون موجود لكن على اغلب الدائرة تكون ملزمة الواقع اللي بنشوف انه هي تكون ملزمة خدمة للصالح العام لان دائما الموظف يلجأ يختار الأقل سعرا خدمة للصالح العام والمال العام للدولة ما يقدر يروح على العالي كل شيء وإذا في حال يعني هو يروح لهذا السعر عالي في حال كان هو الأنسب بين كل النواحي وإنه لا ممكن أن نعالج البقية حتى نقبل هم إذا كانت نواقصهم مجوهرية فتبج اللجنة ستسجل اسم مقدم العطاء وكيلة عنوان الكامل سواء داخل أو خارج العراق والمثاق المخول أيضا تكون أوراق رسمية وتاريخ ووق تسليم العطاء وإذا أكون مرفقات أحيانا المقاول مني يقدم عطاء خلال فترة الإعلان يعني بعد فترة يبدأ يقدم أشياء استكمال إلها فهذه تعتبر مرافقات إضافية للعطاء تستلم مدام هو خلال مدة الإعلان ما هو لق يعني لحد الآن يستلم من عنده ويعدل شنو نريد يعدله إلا بالشغلة المبلغ ما يتغير نهائيا فإن كنا اللجنة ستسجل المبلغ ستسجل المدة التي يقدمها المقاول ستسجل الآليات التي يقدمها مقائن سيارات التي تخص المشروع تختم على كل ورقة العطاء التي لا يوجد تأمينات أولية يرفض كل مقاول يقدم على مشروع يقدم نسبة واحد بالمئة من حد من المشروع مبلغك الكل أنا اليوم مبلغي مليون المقاول يقدم خطاب ضمان مئة ألف للدائرة يعني هذا أيضا نصف ثابت بقانون العقود الحكومية وحد عن السعر الذي هو مقدم السعر يقدم يقول أنا أسوي المشروع بكذا مبلغ لكن التأمينات الأولية لا يقدمها واجبة يقدم واحد بالمئة من سعر العضاء الكامل هذا يقدم للدولة في حال انقبل يضاعف يصير خمسة بالمئة وهكذا هاي موضوع آخر لكن في حال رفض المقاول ومن قبل هذه التأمينات تسترجع إلى المقاول يرجعها يأخذها يستلمها إلى حق يعني لكن سعر شراء الإعلان غير قابل رسميا من الدولة يعني من الوزارة ويشتري المقاول يشتري بمبلغ كذا مبلغ وهذا المبلغ غير قابل للرد يروح للمصالح العام للدول تسجل قلنا الآليات تسجل شنو موظفي الشركة كل موظف رح يشتغل بالمشروع يذكر اسمه تفاصيل مهندس كذا كذا إلى مال ذلك وكل الفقرات هناك جدول كميات أيضا بالعطاء هذا الجدول يوضح كل عمل ومبلغ هم اللجنة الشراء تثبت المعلومات الجوهرية لجنة الفتح تخلص عمل هذه اللجنة الفتح لم يكن سرية لا يكون علني من تكمل تكتب تقرير نهائي أنه كذا شركات 1 2 3 كذا أسعارهم كذا مواصفاتهم هذه الأوليات فلان شركة ما قدمت كذا يعني خطوط رئيسية تقدمها تكتب تقرير نهائي لجنة الفتح موافقة جهة التعاقد المدير المباشر بالدائرة المعينة هذا التقرير يسلم مباشرة من مقرر لجنة الفتح إلى اللجنة اللي بعدها وهي لجنة تحليل العطاءات هذه اللجنة هي أساس العمل هي اللي رح تكون التركيز يمهر السرية تامة يمهر لجنة تحليل العطاءات يعني حتى تبعد الشبه والوصول يعني يعني ما يكون هناك أكفة ريبة موحة لازم تكون السرية تامة ومهنية تامة وتشكل أيضا هاي اللجنة هم مركزية يعني لجنة تفتح العطاءات تبقى ثابتة لمدة سنة حسب الوزارة هي تغيرها أو تبقيها هاي اللجنة تدرس العطاء بدقة أكثر حتى توصل وترسي على اختيار شركة من الشركات المتقدمة وتكون برئاسة موظف ميقل عنوانة عن مدير أو رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص والعضوية فني فنيين قانوني مالي مقرر لجنة وأيضا راح تمارس مهامها خلال المدة اللي محددة إلها بأمر التشكيل يظل بهم أمر إداري أنه كذا لجنة عملها بهذا المشروع كذا أيام لازم تكمل وتقدم التقرير وتختار الشركة المحال إلى العمل في حال ثانت مؤهلة وهذه لجنة لجنة التحليل يعني شون يكون إذا احتاجت خلال دراسة تمرات العطاءات تكون حجمها جدا كبير كأوراق كأوليات كعطاء تجاري أطاء فني تكتاج خبرات أكثر للدراسة أكو أمور أو تجيب لغة غير اللغة اللي مثلا أكو عربي أكو انجليزي لكن أكو أشياء تجيب لغة ثانية فيستعينون بمترجم يستعينون بمهندس يكون دعم يعني تستعين بجهة أخرى تسند عمل الرجنة أو قانوني أو القانوني سيكون عمل يدقق المستمسكات العبو القانوني يدقق مستمسكات الشركة هوية عراقية مسجل الشركات من وزارة التجارة إذا كانت أجنبية إلها كتاب من دارة مسجل الشركات إلها مكتب بالعراق في حال لم تكن يعني إلها مكتب أو ما مسجلة يوضع شرط إنه لازم الشركة تقدم مسجل من مسجل الشركات اعتراف وجودها داخل العراق القانوني قلنا يدرس هذه مستمسكات يشوف هويته يشوف أوراقه كمستمسكات بشكل عام يشوف الكادر المتقدم مستمسكاتهم أيضا المهندس راح يدرس الأمور الفنية من أسعار إلى جدول تقدم عمل اللي مقدم المقاول للمشروع إلى الفنيين والمهندسين اللي موجودين بالمشروع المالي راح يدرس الأمور المالية أن يتخلص خصاب الضمان أن يتخلص مبلغ المشروع أن يتوزيع المبلغ على المشروع وهكذا اللجنة هذه لازم تستبعد العطاء اللي ما بيه تأمينات أولية قلنا التأمينات الأولية هي واحد بالمية من مبلغ العطاء أو مقاول يخفض من عطاء يطلب سعر ثاني ما يتلاعب بالسعر مهائد السعر يعني ما ممكن أنه يتلاعب به أو يصير كلام به يقدم السعر يقدر عنها فقط غير ممنوع يعني ما مو من حقه أنه يتلاعب بالسعر ويكون عملها بسرية تامة تدرس الموضوع بشكل تام من حيث يعني أنه حيقدر يكمل هذا المشروع أو ممكن أكو أشياء يعني يقدر يستكملها مثلا أنا اليوم الشركة سين قدمت إلي أعطاها ثني تجاري أوراقها المالية أوراقها القانونية في حال المقاول ما قدم أعمال مواصلة وكان سعره مناسب إنك دائرة فأنا راح أسئله أدد علي أستدعي أقول أنت عندك عمل مواصل ممكن تكمل أوراقك هنا إلنا حق كالوجنا رغم السرية اللي هي بيها إلنا حق إنه يسموه استكمال معلومات أقدر أستكمل معلومات من المقاول إذا كانت معلومات خارج حدود المدة والمبلغ كل شيء إلي حق أستكمله خلال مدة دراسة اللجنة ما عاد المبلغ ومدة تنفيذ المشروع إذن الإثنين ما ممكن تغيير بها فيكمل أوراقه إذا كان أكون هوية نقص أما مجددة إجيب لأن الهوية لدى وزاة التخطيط لازم تجدد طبعا هذا الموضوع الذي نتحدث به كلها أمور قانونية ثابتة محكمة بها الدوار وشي عام على الكل وموجود بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي تنظر من وزارة التخطيط لسنة 2014 ومعمول بها بكل دوار الدولة استكمال المعلومات يكملها التي يمكن تكملها إذا كان موجود عندها إذا كان عمل بعد ما كان بغير وزارة مواثل ولكن بعد ما كمل وان إذا أطلب منه عمل مواثل فأنتظر يجيب لي أنظر مدة محددة أنه يجيب للعمل يصدر من الجهة الثانية يظر بكتاب يجيب لي حتى أنا رح أشوف أنه مؤهل هذا كل تسمى استكمال معلومات حتى أنا أرشح العطاء اللي يكون سعر مناسب إلي كدائرة مناسب للثقف المال اللي عندي أنا أوكي عندي مقاول جيد جيد جدا لكن سعر عالي أنا السعر العالي يدخلني بإشكالات إذا كان سعر صحظ من الكلفة التخمينية مثلا أنا كولفتي 5.5 مليارات إجاني مقاول 4.5 مليار يقدر يسوي المشروع إجاني مقاول 3 مليارات إجاني مقاول 2 مليار أنا كدائرة المفروض أختار السعر المناسب إلي حتى يعني المفروض المفروض هو الأغلب يروحون على أوطى العطاءات ودائما أوطى العطاءات هو اللي يرشح إلا إذا كان مثل ما قلنا أكو خلل بأوراقة ما مسجل عملا نهائيا ما عند أي عمل يشجعني أنا كوزارة إنه أقبل إجاني حق برفضة ولازم من أرفضة كسعر هو قليل لأنه الموظف يكون مسائل أمام هاي النقطة إذا اختار مقاول سعر عالي رح يكون مسائل يعرض نفس الخطر ففي حال رفض المقاول للي سعر قليل لازم تكون حشة قوية برفضة للمقاول لأنه وراها رح تجي لجان رقابة لجان تفتيش تستدعي اللجنة وتريد مبرر لكبولهم للمقاول الأعلى وهنا رح تدخل إشكالات هما في غناء عنها وأكيد الموظف خاليا اللي هو بدوار الدولة رح يفهم هذا كلامي فهو الأفضل الأفضل أن يروحون للأوطاء العطاءات وكملون أوراقها على وجه الكمال لكن قلنا ما يلعب بالسعر ولا بالمدة أما إذا كان جدا ما مناسب وما بأي أمل أنه ممكن أني أكمل أوراقها فإلي حق أصعد على الوراء اللي هو 3 مليارات وأكمل أوراقها وأيضا إذا كان إلي ما لقيت أي شي ممكن أنه يكمل ويفيدني هذا بنجاح مشروعي كان علي سحب عمل من جهة ثانية مثلا مدرج مسبقا في قائمة سوداء عدنا إحنا بوزاة التخطيط القائمة السوداء هاي قائمة تدرج كل مقاول يخل بإلتزاماته التعاقدية مع الدولة مع دوار الدولة مثلا يتأخر بتنفيذه يتأخر باستيلام المشروع تنذر لدائرة تسوي لإنذار إنه يا مقاول أنت المفروض تقوم كذا تكمل كذا في حال دراجة بالقائمة السوداء هذه القائمة تشوف سمعتها كمقاول يعني في سوق الأعمال تشوف سمعتها تقلل من قيمته فالمقاول الناجح المفروض يحافظ على نفس ما يدخل بهذه القائمة نهائيا لأنه مدام دخل بيها راح تضل علي خط أحمر بالتعامل مع الدوار أنا اليوم صاحب مشروع من أجي أقبل مقاول لازم أقبل المقاول ذو سمعة طيبة وسمعة عالية ونجاح وإنجال فالمقاول الناجح لازم يحافظ أنه ما يدرج بهذه القائمة نهائيا لأنه حتى لو أدرجوا وطلع منها لمدة سنتين هي بها مدة بها ستة شهر بها سنة بها سنتين أقصى شيء يعني مدة إدراجة حسب اللجنة التي تشكل هي تختار المدة حسب ذنب المقاول أو خطأ الذي لمدة سنتين وبعدين يطلع منها لكن هي بكل الأحوال حتى لو طلع منها شيء موثل كاسم عائلة فهذه أيضا اللجنة تدرس هذا الموضوع إذا كان مدرج وأسباب الإدراج إذا كان عليفة شائبة هيتأثر علي جدا يعني حتى لو قدم يبقى علي شاب أنه هذا راح يعاني منه بالشغل ما راح يقدمني الشغل اللي أريده اللجنة قلنا تكمل عملها دونت سوى صحة الصدور للأوراق لخطاب الضمان يسويها العظو المالي ويسوي صحة صدور لخطاب الضمان العظو هو باللجنة القانوني يسوي صحة صدور لمستمسكات القانونية للشركة كدار مسجد شركات قلنا كهوية مقاونين يسوي لها صحة صدور يتأكدون من جوهر هذه المعلومات اللجنة راح توصل القرار وتختار الشركة الأنسب اللي تتحف ان هي هاي الشركة مناسبة لها ترفع تقرير تقدمه للجهة العليا اللي هي مديرها بالدارة تذكر التفاصيل الموجودة طبعا التقرير ما راح يكون تقرير أولي لا هناك تقارير عدة لان الاختيار يكون دقيق وصعب ترفع تقرير هاي تذكر تفاصيل كل شركة هاي اللجنة ترفع تقرير الرئيس جهة التعاقد تذكر تفاصيل الشركة الأولى كذا الشركة الثانية كذا قدمت الشركة الثالثة كذا قدمت تذكر راح الرئيس الجهة التعاقد يقرس ويذكر يشوف شنو الأشياء المذكورة باللجنة بتقرير اللجنة الناقصة اللي استدعى استكمالها راح تقول لفلان شركة قدمت كذا ولازم نكمل كذا راح يداوز رأيس جهة التعاقد راح يوجب هم راح يقول لهم انه ينطرأي للجنة ولكن اللجنة ما ممكن انه احد يفرض رأي عليهم على عملهم اوكي ينطرأي لكن مو يفرض لان هي لجنة ادرب عملها وهي من مختصين من كل تخصص ايدي النور بتقرير اخر يففون يعني اول شي يذكر تفاصيل كاملة من التقرير الاول التقرير الثاني تفاصيل تتقلص راح يكون اختيار اقل على الاول كان ذكرهم خمسة خلي نقول خمس مقاول التقرير الثاني انه انه عدد ثلاثة دول اللي مرشحين الثلاثة الاوائل خلي نقول حاليا اللي قدام اللي ممكن اختار من عندهم التقرير الثالث انه انه وصلت الى ثنيا هم اشوفهم انسى بالكل لكن هذا عنده نقص كذا وهذا عنده نقص كذا فارفع الرئيس جهة التعاقد انه انه خلص وصلت القرار اما هات او اما هات لكن عندي نقص كذا ونقص كذا ايضا راح اصر المداولات ترجع اللجنة تنطي تقريرها النهائي في حال كملة الاوليات او مكملتها ترفع ريزها في التعاقد انه هي خرشحة الشركة الفلانية لانه سعرها مناسب مدة تنفيذها مناسبة جدول تقدم العمل اللي عندها مناسب الشغلي كفاءات هال الاليات الفنيين كلها مناسبة ورح تخدمني بانجاز المشروع لاني المشروع عني عندي مدة محددة بيه عندي دولة تسألني عليه فيما بعد عندي كلفة رح تطرف من الدولة الى فاني ما اقدر اخلي المشروع بيد احد مو اهل انه كمله فاني اكون حذر باختياري لاني وراي رقابة وراي تفتيش وراي هواي ناس رح تسألني على اختياري هاي الشركة فاني اليوم كجهة التعاقد لازم اختار الشركة المناسبة لانجاز هذا المشروع رفع التقرير ويكون ايضا تقرير سري الى ان يوصل الى رئيس جهة التعاقد تقول انه انا رشحت الشركة الفلانية وهي مناسبة اذا كان سعرها قليل كذا اوراقها اذا كان سعرها عالي كذا تفاصيلها وانه كان الي حق باختيار السعر العالي يوافق جهة التعاقد يرفعها للجهة الاعلى اللي هي قد تكون دائرة حسب ترتيب كل وزارة او كل جهة اذا كانت دائرة عقود اذا كان للوزير مباشرة حتى يوافق على قرار اللجنة هنا رح يكون موافقة على هذه الشركة باختيارها بقية الشركات ترد الهم التعامينات الاولية اللي قدموها قلنا يقدم نسبة 1% من خطاب الضمان 1% من سعر المشروع كل فترجع الهم لكن مبلغ شراء المناقصة غير قابل للرد خلص انتهى الاختيار اختارنا شركة ابلغنا الشركة بالترسية عليه يصير اعلام للكل انه تم اختيار الشركة الفلانية القيام بالمشروع الفلاني انتهى الموضوع صلص عمل لجنة التحليل وتم الترسية على هذه الشركة يصير بها توجيه للكل بلاغ المناقصين جميعا من اختارنا منكم يكون يكون تبليغ للشركة باحالة المشروع لها الشركة ستبدي انه خلال 14 يوم شركة جي بكافة اوراق وتعالي حتى نتعاقد ويات وتباشر بالتلام المشروع وتبدي هنا مرحلة بالعقد الحكومي هذا كل اللي حجينا هو شون نعلن عن المشروع اللي وصلنا للتعاقد فهنا رح تبدي مرحلة التعاقد مع هذه الشركة في حال انا خفشل عندي الاعلان هسنا كملنا انه علن عن المشروع مرينا بمراحل لجنة الفتح للعطاءات ولجنة تحليل للعطاءات والترسية على الشركة الفلانية سلمناها العمل اتعاقدنا وياها بدت عندنا اجراءات اخرى اللي هي العقد وشون يتم العقد مع الشركة ومراحل تنفيذ المشروع في حال هذا كله ما صار وصار هناك اعادة للاعلان بسبب ضرف بالبلد يعني اي سبب كان يعني مربي البلد او الاعلان ما بتم النصابة القانوني او كان هناك السعر جدا عالي اعترضت عليها جهة معينة فبعادة الاعلان لازم تم هناك استحصال موافقة من جهة العليا يعني ما يكون يعني شيء سهل اخلي نقول وراتين عادلة لازم بي موافقة من الوزير المختص باعادة الاعلان ويبلغ الجهات المعنية جميعا اللي تخص يعني عملها مع الوزارة الجهات العليا الجهات مثلا دائرة العقود بكل وزارة المناقصين اللي قدموا على الاعلان الاول ايضا يبلغون باعادة الاعلان ومن اجاعد الاعلان انا رح انطي نفس التسسل اللي نزل بالتبويب انطي نفس الترتيب نفس الرقم حتى هذا كله يعني لازم اشير الى بالمناقصة الجديدة حصلت وموافقة الوزير بلغت المناقصين المشاركين بالمناقصة الاولى اعتمدت التسسل السابق بلغت الجهات المعنية الجهات المعنية اقوى جهات معنية لكل دائرة قلنا ديوان الرقابة وزارة التخطيط وزارة التجارة الدائرة اللي يعني مثلا مشروعي بمحافظة كذا بدون تسميات الدائرة اللي بيش المحافظة ايضا تكون دائرة مختصة للاعلان فهذه كلها تعتبر جهات جهات مرتبطة بالمشروع فاني من اجي اي خطوة اسويها او اغيرها عن المشروع لازم ابلغ جميع الجهات ويكون العطاء اللي راح تقدم الشركة ايضا مطابق للمواصفات الفنية المبلغ ايضا يكون ضمن الكلفة والعطاء يعني قلنا يكون مطابق للشروط نفسها ما للعلان الا اذا اتغير شي هو اللي كان استرد باعادة الاعلان مثلا قبل فترة صار عدنا اعلان بالموصل محافظة الموصل صار باعادة لان كان سعره جدا عالي هو صح بموافقة من الجهات العليا وموافقة الوزير المختص لكن بعض الجهات الرقابية في الدولة اعترضت على الاعلان لان سعره عالي ما مناسب الحجم المشروع ان المشروع يقوم باقل ممكن ان يقوم باقل فصار علي اعتراض تم توقيف الاعلان بوقت هاللي هو وصل للمراحل الدراسة تم اقافه وتمت الاعادة بعد فترة هذا مثال عدت التوضيح يعني صارت ادنى الاعلان بعد فترة لكن عدنا بالشروط نفسها وتعديل بسيط والسعر كان اقل حزب ما اعتبرت عليه جهات الرقابية تم تخفيض السعر وتم مفاتحة وزارة التخطيط بالسعر الجديد المقترح وصار اعادة بالاعلان من صار اعادة يعني ما كان علي اعتراض قضي من هذا الكلام انه انا من اجه اعيد الاسباب الاسباب جوهرية هي تستوجب انه مني الاعادة لان يعادة الاعلان والغاء الاعلان الاول ايضا مو شغلة سهلة لان الاعلان الاول يمر بمراحل كثيرة يصير من اجه عيدة انا هم شغلة مو سهلة علي فان لازم اكون اتوخر بالدقة والحذر بكل خطواتي كدائرة اليوم لازم تكون خطواتي صحيحة ومدروسة من ناحية المبلغ من ناحية المدة من ناحية الاستملاق ارضية المشروع هذه كلها مراحل تمر بها الدائرة قبل تردي الاعلان لان كل مشروع يقوم على ارض هذه الارض لازم بها استملاك للجهة اللي راح تتبنى المشروع هذه كلها اجراءات طويلة يعني ما تصير بيوم وليلة حتى اوصل لها واعلن فاني من اجي اعلن لازم اتوخب الدقة والاشيات صحيحة لاختارها حتى ما اتعرض المسائلة فيما بعد لانه الدولة اي دائرة حكومية لابد ان تتعرض للمسائلة على اقصد الاشياء اشقد اشياء احنا نشوفها عرف وانتاف هوا صغيرة وما تسوى الموظف الحكومي يسائل عليها فلذلك لازم يكون حذر باختياراته من يصير يعادل الاعلان ايضا يصير بيقلنا موافقات وتبدي نفس الاجراءات الثانية اللي هي مدة الاعلان النوبة لجنة الفتح النوبة لجنة الدراسة عفوا اكو سؤال اذا احد عنده سؤال عند مداخلة استاذ احمد ويايد نعم اذا احد عنده مداخلة ما اعرف من اسات الحضور لان استمرت بدون توقف ان شاء الله تسلي عنده اي سؤال يقدر يرفع علامة الهان ويوصل من مداخلة ان شاء الله تمام هنا عندنا اسئلة واجوبة انا اطراح اذا احد يحبي الداخل احنا مسهلا اذا انا اجاوب عليها تأكل سؤال من التشات يقول ما هي لجنة الاغلاق هي لجنة مو اغلاق هي لجنة الفتح عفوا لجنة فتح العطاءات هي نفسها بيوم غلق الاعلان غلق مدة الاعلان اليوم ينتهي يوم واحد ثمانية بهذا اليوم سيكون يوم الغلق بنفسه تبعد لجنة فتح العطاء يوم الغلق وليس لجنة الغلق يوم غلق الاعلان انتهى بعد الساعة 12 ظهرا ما استلم اي عطاء هنا يسموه غلق الاعلان تبدي فتح العطاءات نفس اليوم تبعد به لجنة الفتح هنا عدنا مثلا سؤال هل تتعاقد المنظمة الحكومية مع الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة وتبرم معهم عقود تجارية او مدنية تتفق مع نشاط المنظمة احنا اليوم قلنا اذا محتاج اجهزة معينة للدائرة مثلا اجهزة السنساخ يعني اكو شركات اكو مكاتب رصينة تتوفر لهذه الاجهزة انا مو انشر اعلان حتى ااخذ هذه الاجهزة اللي اريدها او اشياء مثلا اشياء تدخل تفاصيل المشروع انابيب من نوعية كذا باعتبار اليوم مشروع ما او مشروع مجاري او للمثال او جسور اكو امور مواد من يعني من واثقة منها ومتعقد وياها مسبقا قد تكون شركات خاصة او مؤسسات خاصة فاني اذا عادي كدولة اليوم اقدر اتعاقد وياهم بصورة مباشرة واحيانا يكون هناك تعاقد حكومي مع حكومي شلون يعني اليوم كوزارة اقدر ادنى شركات حكومية مثلا على سبيل المثال وزارة الاعمار بها شركة حمرابي شركة المعتصم هذه كلها شركات ضمن الوزارة ايضا تقوم بالمشارع هي شركة حكومية مؤسسة كاملة حكومية انا يعني عفوا لتسميات جبتها حتى يعني كمثال انا قريب مني حتى اوضحها فهذه الشركات تعتبر جهة حكومية لكن هذه من تدخل بالعطاء بالعطاءات المقدمة سبب اشكالية شلون يعني اليوم قدمتلي خمس شركات كشركة اهلية يعني موما تخص الوزارة وشركة وحدة حكومية تابعة للدولة يعني هاي الشركة هنا هاي الحكومية راح تلزمني راح تجبرني على اختيارها حتى لو كان عطاءها جدا ردي وهذه يعني مرت يعني مر هذا الشيو يعني شخصيا كعضو قانوني انه كانت هناك شركة حكومية تابعة الجهة الوزارة حكومية قدمت عطاها لكن عطاها كان جدا تعظان وجدا ردي ومو مناسب الي لعمل المشروع وكان اكو شركات اهلية عطاها جيد وممتاز هذه كان ايضا سعرها قليل وباعتبارها حكومية هي تجبرني على اختيارها لانه هي حكومية ما اقدر اروح لغيرها ولانه سعرها قليل ومناسب فوقت من اختارينا الشركة الاهنية اللي اعلى من عدها الشركة الخاصة يعني قدم دعوة علينا بالمحكمة وكسب القضية واخذ المشروع باعتبار انه سعره قليل وباعتبار الشركة حكومية اليوم راح يعرضني لهواية امور يعني التعرقل سير الاعلان وسير الاحالة كشركة حكومية الا اذا كانت شركة يعني راصينة وعملها جيد فهنا راح يكون الاختيار الهف من حقها ولازم انه ارشحها فجواب سؤالنا انه المنظمة يتعاقل مع شركات خاصة وايضا مع شركات حكومية وتقوم عقود مع الشركة الخاصة ومع الشركة الحكومية اذا كان يتفق مع عمل الوزارة سؤال الثاني احنا وضحنا خلال الشرح انه ماذا تعمل الادارة لكي تضمن عدم تسرب المعلومات لجنة الفتح قلنا انه هي تكون علنية لازم يحضر مخولي الشركات جميعا اول يعني مدير المخوض نفسه حسب هما نظام الشركة ويجيب المستمسك اللي يثبت انه مخول او انه هو مدير اللجنة كلها تقعد بغرفة يعني مغلقة تكون خاصة بالعمل اللي جان الفتح ومقرر اللجنة والظرف المغلق هذا الظرف المغلق هو اللي توضع بالعطاءات من بدء من اعلان المشروع الى غلق اعفو من بدء من اعلان المشروع الى موعد غلقة يعني اكو صندوق توضع بالعطاءات ويكون مغلق وبسرية تامة اثناء اللجنة ما تقعد راح يكون عملها علني امام المقاول مو علني امام الجهرات الاعلامية او الوزارة كلها لا علني امام مقاول اليوم انا خمس مقاولي ست قدم وان من راح اجي افتح عطاءاتهم خمسة هم يقعدون هذا واجب ونص قانون يجب يشوفون هم تسرسل هم سعر هم اعلى هم اقل هذا من حق هم يشوفون ويعقون فكرة اولية وينزل مباشرة تنب نفس يوم ما تنتهي عملها اللجنة حسب مرات يأخذ الاسبوع اذا كان عطاء كبير يعني او يأخذ لي فضوها يخلصون شغلهم اذا كان عطاءاتهم قليلة او ايام محددة فيخلون جدول ينزل بلوحة الاعلانات لما يخلصون شغلهم الشركة واحد 200 3 كل الشركة مبلغها مدتها تفاصيل اللي ذكرناها بصورة يعني لؤوس اقلام خلي نقول انه قدمت 20 مهندس قدمت كذا آليات لكن تبدو لجنة لا تذكر بتفاصيل علني امام المقاول اللي مقدم لجنة التحليل يكون بسرية تامة لازم الادارة تعمل على انه تخلي لجنة الدراسة والتحليل بسرية تامة بغرفة يعني ما تطلع المعلومات نهائيا واي معلومة تسرب تعاقب اللجنة وتعرض نفسها للمسائلة فقط الوزير المختص او المدير المختص الى حق بالاطلاع على المعلومات كجهة عليا لكن جهات الاخرى حتى لو كانت عليا مثلا دائرة عقود دائرة رقابة بنفس الوزارة ما لها حق يعني تطلع على المعلومات خلال عمل اللجنة الدراسة نهائيا اللجنة تشتطل شغلها وحدها بمغلق لحد ما توصل القرار وما تطلع معلومات لانه اي معلومة يساءل اعضاء اللجنة فردا فردا فاللجنة تكون حذرة بتوجيه من رئيس اللجنة بعدم خروج اي معلومات وعدم حتى لحد يأثر على شغلهم والمقاول النهائيا ما مسموح لا يعرف بتفاصيل لجنة الدراسة والتحليل عظمية هذه اللجنة تتكون من رئيس جهة التعاقد اللي هو يكون بدرجة خبير ودائما يكون مهندس رئيس الجهة باعتبارها دائرة حسب الدارة بس هي الاغلب الاعمال تكون فنية فالاغلب يكون الرئيس للدارة جهة اللجنة رئيس اللجنة مهندس فني لأن الشغل العام هو شغل فني فيكون من رئيس اللجنة اللي هو درجة خبير ومن قانوني ومهندس ومالي ومقرر اللجنة وعبو اخر اذا تحتاج اللجنة الضيفة يعني هي اقصى شيء خمس اعضاء رئيس اللجنة قانوني مهندس مالي او اداري اللي هو يعتبر مقرر اللجنة اللي يكتب المعلومات اللي يمليها القانوني او اللي يمليها المهندس او رئيس اللجنة واحيانا ما يحتاجون للمقرر الادارة عفو المقرر القانوني نسه اللي يمليه معلومات واذا احتاجوا دعم او اسناد من اشخاص اخرين لكثرة الاوراق فيستعينون بطلب بطلب يعني تحريري انه مهندس الريد قانوني حتى يساعدنا بكمال اجراءات الدراسة هل يسمح الجمع بين عضوية رئاسة اللجنتين لا طبعا لجنة الفاتح واحد عن لجنة الدراسة كل لجنة عملها على حدة وتكون مركزية ثابتة لمدة سنة اقصى شي يلا تتغير وكل رئيس لجنة واعضاء هم ما ممكن انه يدرسون يعني انا اليوم عندي اعلان سين انا لجنة فتح ما ممكن اصيد لجنة الدراسة لهذا الاعلان لجنة فتح اعضاء ورئيس وحد ولجنة الدراسة اعضاء وحد ورئيس وحد اذا اكو سؤال واني اشكركم على حسن اصغاءكم اذا اكو سؤال انا جاهز استاذ احمد نعم شكرا حضرت على هذه المعلومات اشكرك استاذ اشكرك رائع نفس الوقت الله يسلم تشتار تسلم لي مشروع اسم الكامل المشروع اللي اريد اعلن عنه مشروع كذا اسم كامل للمشروع شنو يختص بشنو مدة تنفيذ المشروع الكلفة التخمينية للمشروع اللي انا ما اصعد عليها قلنا كلفة مبلغ من المال يحدد من قبل رئيس جهة التعاقد ومن قبل الوزير المختص والدولة احصل بموافقة يعني مو انا كيفي اجي اقترح كموظف لا لازم استحصال موافقة لي فالكلفة الارض اللي راح يقام عليها المشروع المدة لتنفيذ المشروع مكان غلق العطاءات مكان الجهة المعننة عن المشروع حتى يجي يسلم عطاء يعني هذا التفاصيل الرئيسية عن المشروع اذكرها انا لازم اللي هي تشمل المال والمدة وال يعني الكلفة والمدة ووصف اسم المشروع الكامل والفنيين اللي احتاجهم والاليات اللي احتاجهم هذه تذكر برؤوس رئيسية جدا يعني نقاط رئيسية بضمن الاعلان اللي راح ينزل بالجريدة الرسمية وترفق مع الاعلان يعني انا بالجريدة انزل اعلان اذكر به هذا التفاصيل 1 2 3 اشياء رئيسية لكن ترفق مع الاعلان يجي استلم هالمقاول بقرص سيدي تعليمات تخص الاعلان شكرا طبعا هذا السؤال من استك تعليمات ترفق مع الاعلان حاليا حاليا تغير العمل من التعليمات الى الوثيقة القياسية تقدم وثيقة قياسية الى المقاول هذه الوثيقة يعني كاملة جاهزة من وزارة التخطيط تعدل على حسب المشروع اسم المشروع المدة الكفاءات البي الاليات كذا يعني هي بها اشياء ثابتة اطلبها من المقاول كل هذه الامور يعني حسب المشروع يعني انا عندي ثابته لكن تغير حسب المشروع اللي اقوم بي وشنو اطلب من المقاول مسبقا كانت شروط يسموها شروط والتعليمات لمقدمي العطاء من اعلن اكو شروط لازم يجب يستلمها من القسم القانوني بالدائرة اللي تعلن هذه الشروط يأخذها بقرص ويأخذها ورقيا شروط كاملة عن المشروع من بداية النهاية الشون هو يقوم بالمشروع من ناحية الاموال من ناحية كل شي من ناحية جدوى التقدم للعمل هس صارت وثيقة قياسية اغلب دوار الدولة التي تعمل بها اللي هي نزلت وموجهة وثابتة لكل من وزارة التخطيط وثيقة توصل للثلاثمائة ففحة تذكر كامل تفاصيل للمشروع حسب مشروع بها أشياء رئيسية والأشياء المتحركة تضغير حسب المشروع فهذا اللي ينزل ويا الإعلان يعني مو فقط ورقة الإعلان بالجريدة لا أشياء ترفق يستلمها المقاول من القسم المقرر بالدارة من حقهم في الورشة والحصول على شهادة مشارك ملاحظة أرجو من الجميع التجليل في رابط الحضور وكذلك يعني لمدة الرابط مدة عشر دقائق لأن أرجو لنا تقريبا بعض الأخوة يراسوني على الخاص لغافة أسماهم أو خطأ حاصل في تجليل رابط الحضور فأرجو ملأ الاستمارة بشكل صحيح لذلك لأن الوقت في الأخوة في الإدارة حقيقة عدتهم ارتزامات وأكثريتهم يعني الأغلبية في الإدارة العاملين أنهم موظفين في دوار الدولة وتعرفون دوار الدولة يعني العمل من الصبح لحد الثالث المنسان بعد الظهر فذلك ارتزامات حقيقة نحن جاي نعوف ارتزامات نبعث لكذلك لقدم يعني لخدمة لكم ولجميع وهذا احتبر منطلق زكاة العلم نشر فأرجو أتجيس رابط الحضور وشكرا جيد لحضور مشكور جهودكم سيد أحمد جميع عبد الورشة وجميع اللي حضروا الورشة شكرا جزيلا شكرا للحضور شكرا جزيلا لجميع من حضر في هذه الورشة وإن شاء الله في نلتقيكم في ورشة قادمة شكرا حضرتي تمر أخرى في التسار على هذه المعلومات والتخديم الراع حقيقة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم الشكر ممنونة شكرا جزيلا عيني لا أفضل